لقد قمت بعمل الكثير من الفيديوهات عن الديناميكا الحرارية في لائحة الفيزياء والكيمياء والآن حان الوقت لتتعرف على القانون الأول للديناميكا الحرارية هذا التوقيت المناسب القانون الأول في الديناميكا الحرارية وهو جيد ينص على الطاقة الطاقة سأستخدم اللون الرجواني الطاقة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لكن يمكن تحويلها من شكل إلى آخر إذن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لكن تتحول لنفكر ببعض الأمثلة لقد تناولنا شيئا من هذا القبيل من قبل عندما تعلمنا الميكانيكا وعلم الحركة في لائحة الفيزياء وقمنا بالعديد من هذا في مجال الكيمياء لنفرد أن لدي حجر وأنا أرميه بقدر ما أستطيع إلى الأعلى دعنا نقول هذا هو كرة رمينا كرة للأعلى وهذا السهم يمثل متجه السرعة لها ستسير الأعلى في الهواء لنقم بها هنا سأرمي الكرة ستطير في الهواء وبسبب الجاذبية ستصبح أبطأ عند نقطة معينة هنا الكرة لن يكون لديها أي سرعة عند هذه النقطة تصبح أبطأ قليلا وعند هذه النقطة ستتباطأ أكثر وعند هذه النقطة تصبح ساكنة تماما ثم ستبدأ بالتسارع إلى الأسفل في الواقع دائما ستتسارع للأسفل ستتباطأ في الأعلى ومن ثم ستتسارع في الأسفل هنا السرعة ستكون هكذا ستكون هكذا وعندما يرتد إلى الأرض إذا أهملنا مقاومة الهواء السرعة ستكون نفس مقدارها في الصعود ولكن إلى أسفل عندما ننظر إلى هذا المثال وقد قمنا بالعديد منه في لائحات الفيزياء هنا لدينا طاقة حركية وهذا منطقي الطاقة بالنسبة لنا جميعنا هي أننا نقوم بعمل طاقة حركية الطاقة الناشئة عن الحركة إنها تتحرك هذا يعني أن لديها طاقة وواضح بينما تتباطأ هذه هنا لن يكون هناك طاقة حركية الطاقة الحركية لها ستكون صفر إذن أين ذهبت الطاقة؟ قلت للتاو أن القانون الأول للديناميكا الحرارية حيث الطاقة لا تفنى ولا تستحدث وواضح لدينا طاقة حركية كبيرة هنا ورأينا أصيغة لذلك عدة أمرات وهنا لا يوجد هناك طاقة حركية واضح أنه لا يوجد طاقة حركية ولكن القانون الأول للديناميكا يقول أنه لابد أنها قد تكون تحولت طاقة الحركية تحولت إلى شكل آخر وفي حالة الكرة هنا قد تم تحويلها إلى طاقة وضع الآن لدينا طاقة وضع هنا potential energy أو طاقة كامنة لن أخوض بالحساب له لكن طاقة الوضع لها قدرة على التحول من شكل إلى آخر من الطاقة وهذه أسهل طريقة لعمل هذا لكن طريقة للتفكير بهذا الكرة هي في الأعلى هنا وبحكم موقعها في الكون هنا إذا لم يوقفها شيء سوف تنزل مرة أخرى للأسفل سيتم تحويلها لشكل آخر من الطاقة لدي سؤال آخر لنفرض رمينا هذه الكرة للأعلى وكان هناك مقاومة تأهواء إذن رمينا الكرة للأعلى لدي الكثير من الطاقة الحركية هنا ثم هنا في أعلى نقطة من الكرة كلها طاقة وضع وقد تلاشت الطاقة الحركية ولدينا مقاومة هواء عندما تنزل الكرة للأسفل الهواء يجعلها أبطأ عندما تصل إلى الأرض لن تكون بنفس السرعة التي رميت بها عندما تصل إلى النقطة في الأسفل هنا ستكون الكرة أبطأ بكثير من السرعة الأولى وعند التفكير ماذا حدث كان لدي الكثير من الطاقة الحركية سأعطيك الصيغة الطاقة الحركية هي كتلة الكرة ضرب السرعة تربيع تقسيم 2 هذه الطاقة الحركية هنا وبعدها رميتها كل شيء سيتحول إلى طاقة وضع ثم تنزل مرة أخرى ويتحول إلى طاقة حركية وبسبب مقاومة الهواء لدينا سرعة أصغر هنا لدينا سرعة أصغر الطاقة الحركية تعتمد على مقدار السرعة سأضع إشارة هنا هذا ما يجب عمله مع مقدار السرعة واضح أن لدينا طاقة حركية أقل هنا طاقة حركية أقل هنا مما هي هنا ولم يتبقى هناك طاقة كامنة أو طاقة توضع لنفرض أن هذه الأرض سترتضم القرة بالأرض لدينا لغز آخر عندما سرنا من الطاقة الحركية إلى عدم وجود طاقة حركية ويمكننا أن نعود إلى القانون الأول ونسأل ماذا حدث والقانون الأول يقول كله يتحول إلى طاقة كامنة هنا وقد شاهدت هذا التحول لأن الكرة تسارعت على طول الطريق وتحولت مرة أخرى إلى طاقة حركية ومثلما سنقول لا للقانون الأول عند هذه النقطة لا يوجد طاقة كامنة هنا لدي الكثير من الطاقة الحركية الآن عند هذه النقطة لا يوجد طاقة كامنة هنا لكن لدينا طاقة حركية أقل الكرة سقطت من معدل أقل مما ابتدأت به ويقول القانون هذا لأنه يوجد هواء أقول هناك هواء لكن أين ذهبت الطاقة والقانون الأول يقول القانون الأول يقول عندما تسقط الكرة عندما تسقط الكرة هذه الكرة هذه الكرة بالأصفر عندما تسقط الكرة ستحتك بجزيئات الهواء ستحتك بجزيئات الهواء وعندما تحتك الجزيئات بالكرة سيكون هناك احتكاك الاحتكاك أساساً هو الكرة تجعل هذه الجزيئات المحتكة بها أسرع قليلاً إذا عدت إلى الحالات الجزيئية التي تحدثنا عنها الكرة تنتقل أو تنقل طاقتها الحركية إلى إلى جزيئات الهواء التي تحتك بها وتقوم بهذا على طول الطريق وهذه الطاقة الحركية التي تعتقد أنها فقدتها أو تلاشت عملياً انتقلت إلى جزيئات الهواء انتقلت إلى الكثير من جزيئات الهواء يكاد يكون من المستحيل قياس الطاقة الحركية بالضبط التي بذلت عند كل جزيئ لأننا لا نعرف ما هي الحالة الجزيئية لها ولكن بصفة عامة يمكننا القول يمكننا القول أننا نقلنا بعض الحرارة إلى الجزيئات لقد ارتفعت درجة الحرارة لجزيئات الهواء عند مرورها بالكرة وحدوث بعض الاحتكاك أو أنها أعطيت طاقة حركية تذكر درجة الحرارة هي من قياس الطاقة الحركية الحرارة هي حالة قصوى لننظر إلى الطاقة الحركية على أساس الجزيئات الفردية من صعب قياس كل واحدة على حدة ولكن إن متوسط الطاقة الحركية يساوي X وعندها تحولت هذه الطاقة إلى طاقة حرارية والحرارة هي شكل آخر للطاقة فالقانون الأول في ديناميكا هناك يقول أن هناك احتفاظ للطاقة كان هناك طاقة حركية كبيرة تحولت لطاقة وضع ومن ثم إلى طاقة أقل حركية وإن ذهب المتبقي تحول إلى حرارة ومن ثم يتم نقل الطاقة الحركية لجزيئات الهواء في الوسط المحيط هذا كاف كيف يمكننا قياس كمية الطاقة الموجودة في الشيء؟ هنا هناك شيء يسمى الطاقة الداخلية الطاقة الداخلية للنظام هذه هي حالات جزائية أو وصف للحالات الجزائية التي تحدثت عنها هذا يسمى U لتعبير عن الداخل ستتذكر هذا لأن كلمة الطاقة الداخلية التي تبدأ بU U الطاقة الداخلية لنعود إلى المثال الذي ذكرته في السابق وهو الذي قمت به في الفيديو السابق إذا كنت تشاهدهم بترتيب إن كان لدي بعض الغاز في وعاء مع ثقف متحرك هذا الثقف المتحرك حيث يتحرك للأعلى والأسفل وهنا يوجد فراغ ويوجد هنا غاز يوجد هنا غاز هذه الجزائيات الغاز الطاقة الداخلية هي الطاقة الموجودة داخل النظام وتشمل خاصة إذا كنت تدرس الكيمياء في الفصل الأول تشمل تشمل الطاقة الحركية لكل الذرات والجزائيات كل الطاقة الحركية لكل الذرات والجزائيات of all the atoms and molecules في الفيديو هذا القادم الدماء سنحسب كم مقدار الطاقة الحركية هناك في الوعاء هذه الطاقة داخلية اللدينا بالإضافة إلى كل الطاقات الأخرى هذه الذرات تمتلك بعض الطاقة الحركية لأنها تتحرك عندما ننظر إلى هذا إذا كان هناك ذرة واحدة لا يمكن الجزم أنها تدور لأنه ماذا يعني ذلك لذرة الإلكترونات فقط تقفز في أنحاء المكان بكل الأحوال إذن إذا كانت فقط ذرة فردية فإنها لن تدور لكن إذا كانت الجزائيات فإنها تدور وقد يكون هناك طاقة تدوران وتشمل الطاقة الحركية إذا كان لدينا روابط هنا في هذا الجزائي لديه روابط هذه الروابط تحمل بعض الطاقة وهذا أيضا تشمل طاقة في داخله إذا كان لدي إلكترون سأستخدم الغاز وهي ليست موصلة جيدة لكن لنفرض أننا نفعل هذا لجسيم صلب أنا أستخدم أدوات للرسم لرسم هذا لنفرض أن لدينا معدن هذا المعدن هذه ذرات المعدن وداخل ذرة المعدن لدي الكثير من الإلكترونات يمكنني تغيير اللون سأستخدم لون مناسب لدي الكثير من الإلكترونات وهنا عدد قليل منها هذه الإلكترونات تريد أن تصل إلى هنا يمكن أنها أقذت لسبب ما لذا لديها طاقة كهربائية كامنة ويمكن أن يكون هناك فجوة لذا لا يمكن توصيل الكهرباء أو شيء من هذا القبيل الطاقة الداخلية تشمل لهذا أيضا هذا كل ما نراه عادة في الكيمياء العامة ويشمل هذا أيضا إنه يحتوي على أي شكل من أشكال الطاقة موجودة هنا ويتضمن أيضا على سبيل المثال معدن إذا سخن هذا المعدن ثم تبدأ في الاهتزاز تبدأ في التحرك يمينا ويسارا وصعودا أو هبوطا في كل اتجاه ممكن وإذا فكرت في الجزاء أو الذرة المهتزة إنها تذهب من هنا إلى هناك ومن ثم تعود إلى هنا إنها تسير ذهابا وإيابا إذا فكرت ماذا يحدث فإن النقطة الوسطى لديها الكثير من الطاقة الحركية لكن عند هذه النقطة تكون ساكنة تماما للحظة قصيرة جدا عند تلك النقطة كل الطاقة الحركية هي طاقة كامنة ومن ثم تتحول إلى طاقة حركية ومن ثم إلى طاقة كامنة إنها مثل البندول وهي حركة توافقية في هذه الحالة الطاقة الداخلية تشمل تشمل الطاقة الحركية للجزيئات التي تتحرك بسرعة وأيضا تشمل الطاقة الكامنة للجزيئات عند هذه النقطة وأيضا تشمل الطاقة الكامنة وبالتالي فإن الطاقة الداخلية هي الطاقة التي تكمن داخل النظام في معظم الحالات وسنفترض وسنفترض أننا نتعامل مع غاز مثالي ويصبح هذا أعتقد بكثير عند استخدام الموصلية والإهتزازات وكل هذا سنفرض أننا نتعامل مع غاز مثالي أو حتى سنفرض أن لدينا غاز مثالي أحادي الذرة ربما الهيليوم أو النيون واحدة من الغازات النبيلة لا ترتبط مع بعضها البعض لا تشكل جزيئات مع بعضها البعض لنفرض أن هذه ذرات فردية في هذه الحالة الطاقة الداخلية ستكون ببساطة نفس الطاقة الحركية بحيث يمكننا تجاهل كل هذه الأمور ولكن من المهم أن نفهم أن الطاقة الداخلية هي كل شيء هي كل الطاقة داخل النظام إذا كنا سنسأل ما هي الطاقة النظام داخل النظام إن الطاقة الداخلية القانون الأولي الديناميكا الحرارية يقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث فقط تتحول لنقول أن الطاقة الداخلية تتغير لدي هذا النظام سنقول أن الطاقة الداخلية تتغير لذلك وضعت دلتا هنا دلتا يو والتي هي التغير في الطاقة الداخلية إذا كانت الطاقة الداخلية تتغير في النظام فإن النظام إما أنه تغير شيء فيه أو يبذل طاقة معينة تنتقل داخله أو طاقة تنتقل خارجا منه كيف نكتب هذا القانون الأول لديناميكا الحرارية أو تعريف الطاقة الداخلية التي تنص على أن أي تغير في الطاقة يساوي الحرارة الذي تم توفيرها للنظام وهو حرف بديهي Q يعبر عن الحرارة الحرارة لا تبدأ بحرف Q لكن المتعرف عليه استخدام Q للحرارة وحرف H يعبر عن المحتوى الحراري الذي يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بالحرارة سوف نتحدث عنه ربما في الفيديو التالي وتساوي الحرارة التي تم توردها إلى النظام ناقص الشغل الذي يقوم به النظام ناقص الشغل ويمكن أن نرى ذلك في طرق مختلفة أحيانا تكتب على هذا النحو أحيانا تكتب أنها تغير في الطاقة الداخلية تساوي الحرارة التي تم تزويدها للنظام زائد الشغل الذي بذل على النظام قد يكون هذا مربكا وسننظر إلى هذا بمئة طريقة مختلفة في الفيديو التالي وهذه عمليا يو أتأكد أنني أكتب يو كبيرة سنقوم بهذا بعد الطرق إذا فكرت بهذا إذا بدلنا شغل هذا يعني أننا نفقد طاقة وتم نقل الطاقة إلى شيء آخر هذه تبذل شغل doing work ونفس الشيء إذا تم إعطاء حرارة هذا يزيد الطاقة الطاقة بالنسبة لي هذا تعريف مفهوم عندما ترى هذا إذا كانت الطاقة تزداد إذا كان هذا الجزء الموجب سيكون إما الشغل قد بذل للنظام work done to the system أو تم نقل طاقة إلى النظام وسوف نعطي الكثير من الأمثلة في الفيديو التالي ما الذي يعنيه ذلك ولكن أريد أن تشعر بالراحة لأنك سترى هذا مرارا وتكرارا وحتى لا تشعر بالارتباك ولكن يجب عليك التأكد دائما عندما شيء يبذل شغل هو يحول الطاقة إلى شيء آخر إذا كنت تبذل شغل فإنك تستنفذ طاقتك الداخلية ونفس نقل الحرارة هو سيلا لنقل الطاقة من نظام إلى نظام آخر أو من واحدة إلى أخرى إذا كانت الطاقة الكلية تزداد قد تكون الحرارة ارتفعت في النظام وإذا كانت الطاقة الكلية منخفضة قد يكون هناك حرارة سحبت من النظام أو أنني أبذل شغل على شيء وسأكون بالعديد من الأمثلة على ذلك سأترككم في هذا الفيديو مع ملاحظات يجب أن تراها ترى أحيانا أن التغير في الطاقة الداخلية التغير في الطاقة الداخلية سأكتب مرة أخرى هو مساوي للتغير التغير دلتا يو هو مساوي أحيانا تكتب بشكل دلتا دلتا كيو ويعني أتغير في الحرارة وسأفسر هذا في الفيديو القادم هذا لا معنى له ولكن نرى ذلك في كثير من الكتب ويمكن أيضا أن نقول هذه الحرارة المزودة للنظام ناقص التغير في الشغل وهو ليس من السهل أن نفهمه لأن هذا يعني نقل طاقة عندما نتحدث عن التغير في النقل فإنه يحصل قليلا التغير في الشغل وهذا يعني الشغل المبذول من قبل النظام وواضح أنه إذا كان هناك طاقة معينة فإنك تبذل الشغل عندما يفقد النظام طاقته كنت تعطي شغل للشيء إلا سيكون علامة ناقص هنا أو سيكتب هكذا التغير في الطاقة الداخلية تساوي الحرارة المضافة الحرارة المضافة ويبدو أيضا وكأنه تغير في الحرارة وسأسميه الحرارة المضافة Heat Add زائد الشغل المبذول على النظام هذا هو شغل المبذول على النظام وهذا هو شغل الذي قام به النظام أي من النوعين يجب أن لا تحفظه لكن فكر به قليلا عندما أبدو الشغل أنا أفقد الطاقة إذا كان هناك شغل لي أنا أحصل على طاقة إذا كنت أفقد حرارة إذا كان هذا رقم سالب سأفقد طاقة إذا اكتسبت حرارة هذا يعني اكتسبت طاقة على أي حال أترككم الآن وفي الفيديو القادم سنحاول أن نستوعب طاقة داخلية بطرق متعددة